السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الاعزاء طلاب الصف الثاني الاعدادي. النهاردة بازن الله تعالى هنتكلم عن اول درس عندنا في الفصل الدراسي الاول. وهو درس طبعا محاولات تصنيف العناصر. يمكن احنا خدنا فكرة شوية عن العناصر في الصف الاول الاعدادي. وعرفنا ان عدد العناصر المعروفة مية وطمانتاشر عنصر. منهم اتنين وتسعين عنصر موجودين في الطبيعة. ربنا سبحانه وتعالى ايه? خلقوه. وخدنا السنة اللي فاتت في عالم اسمه بريزيلياس قسم لنا العناصر لفلزات ولا فلزات وغزات ايه? خاملة هنحتاجها بس بعد شوية. طبعا محاولات العلماء تعددت جدا لتصنيف العناصر. طبعا لخواصها وطبعا من اهمها تلت جداول ان شاء الله هندرسهم هذا العام. قبل ما نتكلم عن الجداول او المحاولات لتصنيف العناصر عايزة لفت انتباهك لحاجة. طيب هي ليه المحاولات كترة عشان يصنفوا العناصر تبعا اللي خواصها? اولا عشان نسهل دراست العناصر دي. ثانيا عشان نجيب العلاقة بين العناصر وخواصها الفيزيائية والكيميائية. وطبعا كلنا عارفين ان الخواص الفيزيائية زي الشكل واللون والرائحة وهكذا. خلاص? طيب. اول جدول في هذه المحاولات كان الجدول الدوري طبعا لمندليف. بعد كده عندنا الجدول الدوري لموزلي. بعد كده عندنا اخر حاجة الجدول الدوري الحديث اللي كلنا ماشيين عليه ايه? هذا اليوم. لحد يومنا يعني ده. تمام? طيب. الجدول الدوري المندليف يعتبر اول جدول دوري حقيقي. طبعا لتصنيف العناصر. والتي كان قد اكتشف منها حتى هذا الوقت يعني ما اكتشفناش في الوقت ده غير وستين عنصر فقط. طيبعا لما يقول لك كده اكتب المفهوم العلمي اول دوري حقيقي التصنيف العناصر هترد علي تقوله الجدول الدوري ده لمندليف. مندليف اكتشف ان العناصر بتترتب ترتيبا تصاعديا حسب اوزانها الزرية. بالانتقال من يسار الجدول الى يمين الجدول في الصفوف طبعا الافقية. على حسب اوزانها الايه? الزرية. خلاص كده? يبقى مندليف اكتشف ان العناصر بتترتب ترتيبا تصاعديا عن الصغال الكبيرة لحسب اوزانها الزرية لما يمشي من اليسار الجدول الى يمين في الصفوف الافقية. والصف الافق ده سمناه بعد كده الدورات. وكبان مندليف قال ان خواص العناصر تتكرر بشكل دوري مع بداية كل دورة ايه? جديدة. طيب تعالوا بقى نشوف ازاي مندليف صنف الجدول بتاعه. اولا عمل سبعة وستين بطاقة كل منها كل منها كل بطاقة وعنصر. ومسك كتب على كل بطاقة. رمز العنصر وزنه الزري والخواص المهم بتاعته زي درجة غليانه. درجة انصهاره والكسافة وسيغة الاكسيد. وحط العناصر المتشابهة في الخواص في اعمدة. عمود كده. رأسي. وسماء اللي احنا سميها بعد كده ان شاء الله لايه? المجموعات. قسم عناصر كل مجموعة رأيسية لمجموعتين فرائتين. يعني جاب كل مجموعة رأسية. وهلا هتعالي هنقسمك لمجموعتين فرائتين. ايه? وبي. عشان ليه فروق بين خواص عناصر كلا ايه من هما. خلاص كده يا شباب? طيب. كده خلصنا ايه? جدول مندليف. تعالوا نشوف مميزاته. وتعالوا نشوف العيوب او الحاجات اللي اخذناها على جدول ايه? مندليف. اولا من اهم مميزات جدول مندليف ان هو تنبأ باتشاف عناصر جديدة. وحدد كمان قيم اوزنها الزرية. لا ده مش كده كمان. ده ساب لها مكان فارغ في جدوله. لان هو قال ان فيه عناصر هتكتشف ايه? بعد كده. خلاص كده? طيب. كمان صححة مندليف الاوزان الزرية المقدرة بالخطأ لبعض العناصر. كانت فيه اوزان زرية مقدرة بالخطأ هو ايه? صححة. طيب. ايه بقى هي عيوب جدول مندليف? اولا مندليف اضطرة الى الاخلال بالترتيب التصاعدي للاوزان الزرية لبعض العناصر. ليه? عشان يحطها في المجموعات اللي تتناسب مع خوصها. يعني مثلا هو اضطر ان هو يحط اكتر من عنصر في خانة واحدة زي الحديد وزي الكوبلت والنيكل. قال فيه تشابه كبير في خوصهم. فانا هحطوهم في ايه? في خانة ايه? واحدة. تمام كده? طيب. مندليف كان هيتطر انه هيتعامل مع نزائر العنصر الواحد. التي اكتشفت فيما بعد على انها عناصر ايه? مختلفة. ليه? لان اوزانها الزرية مختلفة. ايه هي النزائر? دي معلومة كده للاطلاع عشان تعرفها. النزائر هي صور مختلفة لزرات العنصر الواحد. يعني العنصر بيبقى واحد. بس صور بتبقى مختلفة ليه? بتبقى متفقة في العدد الزري اللي هو تحت زي ما احنا عارفين? لكن بتختلف في الوزن الزري اللي كنا بنقول عليه عدد الكتل السنة اللي ايه? اللي في الكتل. خلاص يبقى من عيوب جدوى المندليف عارفنا? كده? تعالوا بقى نشوف تاني محاولة لتصنيف العناصر وهو الدوري المدينة. طبعا في عام الف وتسعمية وطلاتاشر في عالم اسمه رازر فورت اكتشف ان النواة بتاعة الزرة فيها بروتونات مجابة الشحنة واحنا اخدنا الكلام ده السنة اللي فاتت. ان النواة فيها بروتونات وكمان فيها نيترونات. بس الراجل ده اكتشف وقتها ان النواة فيها بروتونات مجابة الشحنة. العالم بقى مزلي. قال لك انا هدي مصطلح العدد الزري للعنصر على عدد البروتونات المجابة اللي الراجل اكتشفها آآ رازر فورد ده. يبقى. مين اللي اطلق مصطلح العدد الزري? ها? على عدد البروتونات المجابة الموجودة في نواة الزرة? الايه? العالم مزلي. طبعا بعد دراسته الخواص الاشعة السينية اكتشف ان دورية العناصر بترتبط باعددها الزرية وليس باوزانها الزرية كما كان يعتقد ايه? مندليف. يبقى احنا كده من اول جدول موز دي بقى الحاد الجدول الدوري الحديث هنشتغل على العدد الزري. لكن مندليف كان بيشتغل على الوزن الايه? الزري. وكان معتقد طبعا ان الشغل كله على الوزن الايه? الزري. خلاص كده? طيب. تعالوا كده نشوف مع بعض كم? اهم تعديلات اللي مزلي اجراها او عملها على جدول مندليف. اولا رتب العناصر تصاعديا على حسب اعددها الزرية. ها? مندليف كان مرتبها على حسب اوزانها الايه? الزرية. ضاف للجدول الدوري المجموعة الصفرية اللي هي مجموعة الغازات الخاملة. والعناصر الاخرى اللي تم اكتشافها بعد جدول ايه? مندليف. يعني مندليف كان عملي الجدول بتاعه. واكتشفت عناصر بعد جدول. هو بقى اضاف لها كل ده. وضاف لها المجموعة الايه? السفرية. كمان عمل او خصص مكان اسفل الجدول تحت كده لعناصر او سلسلتين اسمهم اللانسانيدات والاكتنيدات. ودول هنتكلم عنهم بس ايه قدام شوية في الدرس ايه بتاعنا. يبقى كده اتفقنا? مزلي عمل تعديلات على جدول طبعا. مندليف زي ما احنا شفناها? تعالوا بقى نشوف تالت جدول وصلنا له. تعالوا كده يا شباب وهو الدوري الحديث. الدراسات الحديثة اتعرفت طبعا على التركيب الدقيق طبعا للزرة. في عالم اسم غور اكتشف مستويات الطاقة الرئاسية وخدتها السنة اللي فاتت. اللي هي كانوا سبع مستويات طاقة رئاسية. ها اكتشفها وقال ان عددها سبعة في اسقل الزرات المعروفة حتى الان. العلماء اتشفوا ان كل مستوى طاقة رئيسي بيتكون من عدد يعني تحتيه او جواه من عدد محدد من مستويات الطاقة الداخلية. وقالوا هنسميها مستويات الطاقة الفرعية. مستويات الطاقة الفرعية بيبقى كل مستوى طاقة رئيسي بيتكون ايه? من المستويات دي. خلاص كده يا شباب? وبناء بقى على ذلك قعدنا تصنيف العناصر في جدول جديد خالص. وسميناها الجدول الدوري الحديث. رتبنا طبعا العناصر فيه ترتيبا ايه? تصاعديا. يعني من الاصغر للاجبر على حسب مبدئين. على حسب اعدادها الزرية وطريقة ملء مستويات الطاقة الفرعية بالايه? بالالكترونات. يبقى انا عندي اتنين اساس علمي لتصنيف العناصر في الجدول الدوري الايه? الحديث. وزي ما قلنا فاول الشرح خالص ان عدد العناصر المسجلة بالجدول الدوري الحديث حتى الان مية وطمنتاشر ايه? عنصر. تعالوا بقى كده نشوف شكل الجدول الدوري الحديث. ده طبعا شكل الجدول الدوري الحديث. وان شاء الله بازن الله هنتكلم عنه باستفادة في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.